موسيقى قال ابن الأثير استمال صلاح الدين قلوب الناس وبذل الأموال فمالوا إليه وأحبوه وضعف أمر العاضد يعني صلاح الدين في هذا الأمر استخدمه وساره في طريق العاضد العاضد الخليفة الفاطمي لاحظ هذا هو أسلوب المتسلطين أسلوب الفاسدين أسلوب السراق ماذا يفعل؟ يسرق كل الأموال يسرق خزينة الدولة بكل خزينة الدولة وبعد هذا يعطيك على نحو التصدق يعطي لي وسائل عشائر هنا لطلبه هناك لشريحة اجتماعية هنا يتبرع بأرض هنا يتبرع بأموال هناك يبني شيء هنا ويفتح أو ينشئ مستشفى هناك وهكذا يعبد شارعا هنا ويأتي بمنشئ خدمي هناك وهكذا إذن يسرق كل الأموال وبعد هذا يتصدق على هذا وعلى ذاك ويكون هو صاحب الفضل وصاحب العطاء وهو السارق الأول فهذا ما كان أيضا يميز سلاطين الدولة الفاطمية قلنا نحن نتحدث بواقعية فالسلطان الفاطمي كان يسرق كل شيء كما يسرق باقي السلاطين كل شيء يسرقون كل شيء ويتسلطون على كل شيء وبعد هذا يعطون يكسبون ولاء الناس واجهات الناس عناوين الناس رموز الناس فينقاد الرموز ينقاد المرتزقة والمرتزقة فتنقاد الناس معهم هذا هو الاسلوب فكان الناس ينقاد للحاكم الفاطمي ويرتبط بالحاكم الفاطمي للعطاءات التي تعطى من قبل الحاكم الفاطمي كما هو واقع الحال في هذا العصر وفي هذا الزمان في كل الدول في كل مكان فصلاح الدين ليس أمامه كي يكسب ولاء المصريين إلا أن يأتي بالخط المضاد لخط الخليفة وبنفس الاتجاه بنفس التوجه بنفس الاسلوب فكان يعطي الخليفة الفاطمي فأتى صلاح الدين أيضا يعطي فأحبه الناس مالوا إليه على الأقل تقدير كسر هذا الولاء نفس هذا الولاء الولاء الفاطمي نفسه صلاح الدين فصار الولاء منقسما ولاء المصريين منقسما بين صلاح الدين والخليفة الفاطمي ومع وجود السلطة ومع مرور الزمن ومع وجود الجانب الإعلامي إضافة إلى الجانب الديني مع إبراز القضية المذهبية والطائفية طبعا يكون الأمر والقوة والسطوة والعلو لصلاح الدين فيكون الولاء له أكبر عددا وأعمق قلبا وفكرا ترجمة نانسي قنقر